مبدئيا لعنة كاس العالم 22 بتضرب بقوة خد بالك انه النسخة دي من كاس العالم هغيب عنها نجوم كتير جدا بسببين الدعي الاول هو عدم تأهل منتخبتهم ودون نجوم من امثال رياض محرز محمد صلاح ايرلينج هولند وغيرهم الجزء التاني او السبب التاني بسبب الاصابة وخلي بالك عدد كبير جدا من نجوم العالم اصيبوا قبل انطلاقة البطولة لدرجة انه هتشهد غياب يمكن عدد كبير جدا من اهم اللاعبين ساديو ماني اصيب مع باير ميونيخ نجولو كانتي وبول بوكبا يعني دعامة خط النص الاساسي في منتخب فرنسا مش هيشارك في البطولة بدعي الاصابة تيمو فيرنر مع المانيا طبعا عندك ماركو فيراتي كاتبة ايطاليا كلها غيبة فيرمينيو تم استبعاته تيكو على كنتارا تم استبعاته فبالتالي فيه كوكبة الحقيقة من نجوم هتغيب عن البطولة هل تشهد ميلاد نجوم جدد هل نشوف تقلق لأسماء جديدة تظهر على الساحة بشكل كبير وعن موضوعات تانية طبعا غير كاس العالم مصر بالجيكا طبعا مباراة مهمة جدا ومنتظرة لجمهية الكرة المصرية هنتكلم وعن الاهلي وانطلاقته في بداية الموسم وعودته وجده المبارياته هنتكلم مع كابتن احمد ردوان ضفنا النهاردة ونجمنا في السادسة نقول له بس مساء الخير واهلا وسهلا بك كابتن احمد مساء الفول سيد احمد طبعا انا بتشرفنا معك طبعا وفي القناة بتاعت ندينا شرف لنا كابتن احمد وجودك معنا وخليني ابدأ من الاهلي الحقيقة بما ان احنا متقابلناش بقالنا كتير طلقت موسم علامة كاملة جهاز فني الحقيقة نال ثقة وردة جمهية النادي الاهلي بسرعة شديدة جدا شفت الاهلي مع مرسيل كولر ازاي يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الرشدة اللي كانت الناس بيقولوها او معظم الناس الرضيين يعني ان الناس تاخد فترة الراحة بتاعتها اللعيبة ان اللعيبة دي مش مكان في الاول في الاخر اللي حصل ان الناس لما ارتاحت والاصابات رجعت اللي احنا كنا بنقولوها كنت مع حضرتك من فترة قبل ما الموسم يبدأ وانا لما الموسم يبدأ الموضوع هيبقى هنرجع تاني لان الفرقة فيها عناصر كويسة كتير جدا العناصر دي كان عندها مشاكل الاصابات كان مشاكل الاجهاد على مدرر سنتين او ثلاثة كمان جالك حد شايفه ناس كلها او معظم او مش هنقول ان التجربة نجحت من دلواتي ولكن الراجل واضح ان الراجل حتى لما جيه باين جدا هو قافل على الفرقة كويس جدا مركز كويس جدا الراجل جاي من الصفر بيعمل الريكوفر بتاعه راجل مركز وواضح انه شخصية قوية قادر يقلم الناس وقادر كمان ياخد زي ما بنقول كده احسن حاجة من اللعيبة قادر يرجع لعيبة كانت بعيدة شوية او الجمهور شايفها ان هي مش مؤسرة موضوع نفسي اكتر طبعا شوية شفنا طاهر وامكانياته شفنا كريم وامكانياته انه ما كانش ظاهره في الاول لسه متولي ده من زمان لعيب كويس جدا ولعيب كبير متولي لاخره ووضع الاصابات لكن متولي من احسن استردباكات في مصر يعني السناية مع عبد المنعم هيلا زي ما احنا كنا بنقول بدر بنون خروجه اثر على الحتة دي ان انت بدر برضو كان عنده ان انت تقدر تطلع بالهجمة ما فيهاش مشكلة بتطلع بسلاسة ففكرة انه يبقى في حد لعيب كورة في الحتة دي كويس ويقدر يطلع من غير مزباس كتير الموضوع بيبقى مختلف فوضح لا الحمد لله الفرقة راحة في حتة كويسة كمان انا اظن ان هم اخدوا راحة كويسة الفترة اللي فاتت دي وهيرجعوا يوم الحد فلا يعدينها راحة في حتة كويسة الحمد لله شايف ازاي كورف الاداء وشايف ازاي فترة التوقف وممكن يكون تأثيرها على عودة الفريق مرة تانية لل طبيعي في كل الاماكن الناس اللي بتقع مكملك سيزن الراجل عمل معسكر عمل ثلاث مطفوات ودية سرية اشتغل على نظام فترتين في اليوم بنشوف ده يعني او قراره ان هو اول ما يرجع الفريق مرة تانية للتدريبات شكله هيبتدي بنفس النظام اللي اشتغل عليه وكأنه بيبدأ من اول وكدي هو انا عندي برضو مشكلة ان احنا لاما في اوقات سابقة المنتخب ما ياخدش توقيتات وياخد توقيتات صغيرة خالص دلوقتي ياخد توقيت كبير جدا ويأثر على الدوري مش فاهم ليه يعني مش فاهم ليه بس خلينا برضو احقاقنا الحق التوقف الطويل ده بسبب المنتخب يعني التوقف الطويل ده بسبب استضافة مصر لقمة المناخ لكن المنتخب استغل لفترة التوقف الطويل وقال لك طب ليه لا ما نعملش يعني تجمع فترة اطول اللي عيبه يبقى فيه تعايش يازف ان يعرف يشتغل براحته ويبقى عنده وقت ماشي انا معاك بس بس احنا كنا ممكن على الاقل ان نلعب موطشين اللي فاتوا دول في الوقت دوت فكان هيأثر معنا على النحو الايجابي للدوري بالذات ان انت الفريق الوحيد للعلامة كابلة بالذات دي بقى اللي احنا جينا نتكلم فيها ان كمان انت لما بتبقى مكمل ومفنش كويس بيبقى تأثير شوية لازم تلم الدنيا وتمشي زي ما انت بقوت الاندفاع اللي كنت ماشي بيها لاما بيحصل شوية انكسار ده بيحصل ميزة ان انت الناس اللي هيبت بقى عندها مشاكل في الكماتش اللي لعبوه طبعا ده بيبقى فترة كويسة ان هو يقدر يلم يقدر يشغل على المشاكل بتاعته لكن الاهلي كان فنش كويس نعمل ان شاء الله ان هو يبدأ زي ما فنش ان شاء الله طيب اروح معك لمنتخب مصر والحقيقة يمكن روي فيتوريا جاي فيه توقيت صعب جدا والحقيقة سبقوا سي في محترب بيقول انه مدرب على مستوى تجربه قبل كده الى حد كبير كانت نجحة مع فرق كبيرة سواء في السعودية او في البرتغال وناس كتير راهلت على انه يقدر يقود المنتخب الوطني في الفترة اللي جاي عنده مباراة مهمة جدا مع بلجيكا يوم الجمعة اللي جاي شايف المباراة دي ازاي وإيه المطلوب من روي فيتوريا انه يقدمه لجمهور الكرة بصرف النظر عن نتيجة المباراة يعني امتاليش حد بمراهن قوي على انه مطلوب منه يكسب بلجيكا لكن ايه اللي مطلوب منه يقدمه في التبار قوي زي احسن حاجة في السي في بتاع الراجل ده انه بقاله لانا فهمته انه بقاله تلات سنين الراجل ده متعدلش تعادل سلبي ده يدينا انطباعا ان الراجل ده راجل هجومي راجل بيشتغل حتى التعدلات بتاعتها كلها يعني واحد واحد اتنين اتنين لكن مفيش تعادل من تلات سنين سلبي ده مؤشر يديلك ان الراجل ده بيشتغل الحتة الهجومية كويس جدا احنا كان عندنا يعني الناس اللي قابل كده شوية القصة الدفاع وقصة انه هو القاني يخش في جون ده المدرب اللي بيبقى كده ده مع شطارته طبعا وفي ناس كتيرة جدا كانت شطرة يعني في الموضوع ده بس مع شطارته انت بتودي للعيب او بتبعت له كده رسالة ان لا خلي بالك فاللعيب نفسيا بيبقى عنده انكماش شوية في الحتة الهجومية خروجنا بالكورة ما بيبقىش وبيبقى بالزبط العدد لان انت خلي بالك انت بتلعب على حكتين بتلعب على مساحة او على زمن فانت لازم في الحتة اللي فوق ده يبقى عندك عدد لعيبة اكتر او علقة اللي قدل فرقة التانية عشان تقدر وتخلق فرص ازاي وانت اصلا بتلعب اربعة ضد ستة او اربعة ضد سبعة فده يدينا انطباع ان الراجل لا الراجل في حتة الهجومية ما بيقلقش ودي الحاجة اللي برضو الواحد قلق منها شوية ان انت بتلعب فرقة كبيرة فكرة ان انت ما تبقاش عندك السبات الدفاعي شوية في الفرق مع الفرق كبيرة دي ممكن تطلط جون واثنين وثلاثة ويبقى شكلك وحش او دي مش تجربة ان احنا هنقول ان الراجل يبقى يكمل او ما يكملش لا ده خلاص ده مشروع والمفروض ما يكمل ان شاء الله لكن الفكرة بتاعت الراجل ان الراجل هجومي فمعنديش مشكلة بلعب اي حد بهاج يعني من كلامك كده انت مقتنع ان كل اللي تولي المسؤولية اصيق يعني انا عندي علامة استفام كبيرة او كابتن رحم احنا اشتغل معنا مدربين وطنيين زي كابتن حسان البدري زي كابتن شوق غريب زي كابتن احسب تجربة ايهاب جلال لان اسم تولي المسؤولية لا متحسبش معلش هي متحسبش لانه ما خدش فرصة كاملة متظلم طبعا بس يعني في النهاية يعني راجل مثل منتخب مصر ويشتغل مع وظهر مع منتخب مصر فمتشاط راسمي ومتشاط هوداي انا بكلم على تسعين ديال اللي لعبهم يعني بشوف الطريقة في مدرب وطني او مدرب اجنبي كيروش هكتور كوبر برادلي مراحلة ما بعد كابتن حسن شعات الغيات كيب من هذا كلهم اتفقوا على انه دلق السلوب الامسل رغم انهم مدارس مختلفة منهم اجانب منهم مصريين منهم لاتينيين منهم اوروبيين لكن في النهاية اكتشفوا على انه دايما بشوف المتخب المصري بيلعب كده حتى لما وصلنا نهاية بطولة افريقيا مرتين مرة مع كوبر ومرة مع كيروش بردو كم نعب كده حتى لما وصلنا كاس عالم بردو كم نعب كده هي قصة قصة امكانيات ولا قصة وجهة نظر المدير فاني ولا قصة انه هي دي الطريقة الانسب للمتخب الوطني بس الفترة تعت كابتن حسن شعاته طبعا احنا كان معانا امكانيات ولعبة جمدة جدا عشان برضو ما نصدمش الناس دي ولكن في الاول في الاخر هو طلع منهم احسن حاجة اه كابتن حسن طلع منهم احسن حاجة تعامل نفسيا كان بيهاجم ممكن كابتن حسن في الوقت ده يقول لهم يرجعوا ودفعوا كنا هنبضل برضو بالشكل اللي احنا بنشوفه دلوقتي لكن هو الراجل حرر الناس خلى اللعيبة عندها تحرر وعندها كنا بنشوف بالخمسة وبالستة لعيبة كنا بنشوف شوقي بيشوت كنا بنشوف حسني بيشوت كنا بنشوف الناس كلها موجودة في تلت الملعب الأمامي الفكرة اه امكانيات اه اوكي بس انت عندك وقت يعني احنا بنكتب الوقت على الحتة الوقت بتاع كابت النهاب طبعا ما ينفعش لكن كابتن حسن البادري اخد سنتين اه كان عنده وقت يقدر يشتغل على الحتة الهجومية والحتة الدفعية وازاي نطور وازاي نربط الاجزاء بتاعت ملعب ببعض هي الفكرة امكانيات حتى لو قليلة معك بس انت كمدرب شواطر بتطلع حتى لو امكانات عندك ستين سبعين في المئة لما تقول لي واحنا امكانياتنا فعلا يعني اللعيبة اللي انا شايفها من اوارجه في مصر لا 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 ببرا مصر دي دي تقال عليها امكانيات قليلة يعني لما اقول جوء ولا يمكن احنا مخدوعين في المستغل يتقدم عندنا هنا في مصر يعني لما اقول لعيبة مثلا زي عبد المنعم زي الوينش زي متولي ان شاء الله لما يبقى رجع بس زي احمد حجازي كخط ظهر معاهم اكرم توفيق معاهم احمد فتوح معاهم عمر كمال معاهم محمد يفتحي معاهم إنني معاهم طارق حامد هحطه معاهم كمان معاهم احمد ساد زيزو معاهم امام عشور معاهم مصطفى محمد صلاح ومرموش وتريزيجي لا لا وماشا اللي احنا متكلم فيها دي لا وماشا قليلة لا وماشا قويسة جدا طبعا بس هيا الفكرة كلها ان احنا الانطباع بتاع السنين اللي فاتت الراجل واضح انه هو جاي لا الراجل عايز يشوف ناس تانية ودخل عناصر تانية زي ما كيروش برضو خلق فرص لناس كتيرة بصراحة لكن لا اللعيبة اللي عندنا لا تقدر تروح في حتة أحسن من كده بس لازم احنا أنا مبسوط بالمالشة بتاع بالجي كده ان انت تلعب لعب الكبار ايه مشكلة واخسر عادي احنا عندنا مشكلة احنا لما لعبنا السلغان في النهائي احنا كنا قلنين لعيبة وجمهور ودنيا كلها كتلقانة ليه احنا امتى باللعب الكبار وليل جدا احنا على طول بنعمل مالشاته اديه مع مين يعني قبل الراجل ما يجي معلش اقوى فرق لعبناه مين يعني كنت بتكلم من الاسبوع اللي فاتح انا مش فاكر امتى منتخب مصر لعب فرق ايه ايه امتى فكروني بس فيه مطش البرتغال ده اقرب مطش العبناه ده امتى ده مع كوبر ده ومن قبلهم زمان اعتقد طبعا كاسق قرارات البرازيل وإيطاليا انا رجعلك بقى على الفين وعشرة يعني الامكانيات بتاعت اللعيبة اللي موجودة دلوقتي اقل من بتاعة الفين وعشرة مش كتير مش كتير لكن الامكانيات الموجودة الوقت لما تقول مرموش وتقول صلاح وتقول مصطفى محمد وتقول افشا وزيزو وحمدي لأ انت عندك لعيبة كويسة وعندك عناصر مختلفة يعني عندك السريع وعندك الرجل اللي بيقف على الكورة وعندك البصير عندك نوعيات وعندك اللي بيعب دماغه يعني لأ عندك نوعيات لعيبة كويسة ولكن ايه لازم تتحرر تاخد ثقة هنكسب وازاي ما احنا بنقول لازم نلعب الكبار وتخسر عادي المشكلة بعد كده اعمل ماتشة قيل تاني برضو ايه المشكلة ما فيش مشكلة انت عامل مشروع فالقصة بتاعة المشاريع دي بتبقى عايزة مادة شوي لكن احنا هنشتغل بالحتة موضوع يبقى صعب جدا شايف ازاي المباراة والطريقة اللي اللعب بيها فيتوريا بالتأكيد طبعا توقع طبعا انه يبقى فيه مساندة كبيرة جدا من الجمهور المصري هناك لانه انت تلعب مباراة في الكويت واكيد الجالي المصري هناك هتكون حضرة فالكيان هم يلعبوا هنا يعني انت وخصوصا كمان بلجيكا بتهيألي يعني ممكن تفرق شوية معاهم فكرة انه تاريخنا في المواجهات كله صالحنا يعني نحنا في 2005 نروحنا لعبنا الكويت الكويتي هناك اي ماتش ودي كسبنا ثلاثة واحد احنا معرفنا ننزل التمرين من الناس يعني احنا جزيج جنزل التمرين معرفناش لغى التمرين انت طبعا اهلي لما في اي حتة بره بزد في الخليج لغى التمرين انت متخيل يعني في التمرين مش في الملعب راحين التمرين معرفناش ننزل ملعب من الناس فلا الجالية هناك ان شاء الله تساعد المنتخب ايه الفكرة بس ان ده مشروع ولازم المشروع ده تيكمل ويتطور ونساعد الراجل ونديله ونزق معاه اللي تطلبه منه اللي تقول لا ازوره عليه مش هيظهر في مطش بلجيك يعني انا النهاردة لما اجي اقول تجربة دي استفاد منها المنتخب الوطني بصرف النظر تاني برضو عن نتيجة المباراة اقول تجربة مفيدة ايه المطلوب من فيتوريا في المباراة دي وايه اللي حاجة اللي يقولك لا دي خارج امكانيات اي مدير فني مش بس المطلوب منه ان احنا نوصل للخص نوصل لجوم بتاعه نخلق فرص نلعب بشكل ايجابي ما نبقاش قلقانين ما نبقاش خايفين الاستحوازنا يبقى زيادة مع الناس عادي يعني ما نبقاش احنا 30 وهم 70 لا استحوازنا يبقى كويس الآن نوصل لـ 40-45 معاهم نخلق فرص عندنا لعبة كويسة ده اللي المطلوب من الرجل مش مطلوب منه نتيجة مطلوب منه اداء كويس عشان النهاردة انت بتحسبه على على الاداء دوت بكرة الاداء يعلى بعد ويعلى لغاية ما توصل للحتة اللي انت عاوزها ودي مش هتوصل في سنة وفي سنتين ده انت عايز مشروع كبير بس المشروع يكمل ده اهم حاجة طبعا والمشروع مش بس متخب اول يعني بتاعلي لازم يبقى دخل في مشروع روي فيتوريا متخب روجيرو ميكالي ومتخب كابتن جايبك اخر مرة وتكلمنا لغاية دلوقتي احنا ما عندناش مدير فني الاتحاد انا راجل اهو مدرب من 2015 عايز اعمل الرخصة ايه مش معاي مش هعرف عملها طول موديل فني بتاع الاتحاد مش موجود لازم شرط اساسي انك انت تبقى عن طريق الموديل فني التحاد تاخد رخصة تدريبية لازم عشان هو اللي هيحط الراجل بتاع الرخص ده زائد بقى انحنا ما بنجي نعمل رخص تعال اشتغل بقى بيها بره في افريكيا ولا اشتغل في اسيا في اي حاجة يقولك لأ لازم الرخص بتاعتنا تبقى قوي طب والرد بيكون ايه يعني انت بتخطب الاتحاد او المسؤولين في الاتحاد عايز اعمل ايه من ساعتها مفيش رد مفيش مدير فني الاتحاد كان دكتور محمود سعد طبعا ودلوقتي مش موجود هو بشفينجادة فترة من الفترات كان مدير فني الاتحاد الفترة دي انا كنت رئيس رئيس القطاع في المصادة الصباح رئيس القطاع ده المفروض انت تشوق يعني مدير فني ورئيس قطاع انا ما شفتوش سنة ونص ما شفتوش يعني المفروض على الال ييجي يشوف احنا شغلين ازاي الدنيا اخبارها ايه انت بتشتغل ازاي طيب المدير الفني اللي معاك ده بيشتغل على الارض ازاي طب ادي شغل عايزين نشتغل مع الناس ورين الشغل بتاعك اي حاج مرحش غير نادي الاهلي اظن ورح نادي الزمالك لكن النوادي التانية ما شفتوش الرخص دي كمان كان فيها كتير جدا طيب خلينا نرجع نكمل كلامنا مع كابتن احمد بس هتسمحون نروح لفاصل سريع ونرجع تاني تحياتي لكم مرة تانية وبمناسبة كلامنا الحقيقة يمكن كنت بكلم مع ضيفي كابتن احمد ردوانع على مطشو مصر وبالجيكا والمطلوب من ريفيتوريا شكل منتخب في مواجهة واحد من اقوى المنتخبات منتخب بالجيكا يوم الجمعة اللي جاي المباراة طبعا وداية اللي هتصادفها الكويت بيشرفني ان يكون معايا سيد مؤيد شهاب رئيس اللجنة المسؤولة عن تنظيم المباراة من الكويت معايا على التليفون بداية طبعا بشكره على التواصل وأهلا وسهلا بك على شاشة الاهلي برحب بك في السادسة سيد مؤيد الله يخليك وأنا كذلك سعيد أن أكون معكم مستاذ أحمد وطبعا سلامي للكابتن أحمد ردوان اللي غني عن التعريف صلاحا لسه كان بيحكي لي كان بيحكي لي عن ذكراته في الكويت والمواجهة اللي جمعت بين الاهلي المصري والكويت الكويتي والحفاوة الاستقبال هناك وأنه طبعا وإحنا بنلعب في الكويت كأننا بنلعب في مصر وبين أهلنا وبين ناسنا خليني أكلم حكي عن المباراة واستعدادات اللجنة المنظمة لها إزاي بتشوف التحضير لاستضافة مطش مصر وبنجيك إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي في البداية أرحب المستمعين ورحب طبعا أنا أكلمهم من بلدهم الأول ومش التاني طبعا فيه الكويت طبعا سعيدين جدا يعني كلجنة منظمة أن السعود وسعداء أن يكون أطنخان والانتخب في مصر بشغيل يكون في بلده الثاني والأول بنفس الوقت بالنسبة للاستعدادات أنا قاعد أكلمك حاليا وأنا حاليا في الستادرابر الدولي قاعد نحط اللمسات الأخيرة لاستضافة للمنتخبين والاستعدادات يعني على تم على تم يعني يقولك مسوى لكن قاعد إن شاء الله تبطع فيه المباراة في أفضل صورة بالنسبة لطال عمرك يعني بكرة إن شاء الله راح شرفون منتخب مصر الشغيل في الكويت رسبنا معهم ملعب التدريب بالإضافة لإقامة والحمد لله يعني قاعدين يعني نبدل كل ما عندنا من قوة لأجل بصراحتهم يعني في بلدهم وإن شاء الله يعني بالمتش راح يكون أنا أتوقع راح يدخل في الصورة جدا منتازة إن شاء الله مثل ما تفضلت راح المواجهة راح تكون سهلة يعني منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا بالإضافة يملك نجوم كبار بس في الطرف الآخر أخوانا المصريين طبعا نحن عشمنا فيهم كثير طبعا راح نعذرهم فأتوقع المتش راح يكون استفادة كبيرة إن شاء الله بإذن الله أسألك تسمحي أسألك على الحضور الجماهيري ساعة ملعب المباراة تذاكر مباراة هل ترحت ولا هتطرح خلال الأيام المقبلة وإن كان ممكن برضو نقول للمتابعين حتى يعني الجالية المصريلة في الكويت أسعار التذاكر ممكن هتبقى في حدود كام والله يشوف طبعا ساعة الإستاذ 55 ألف متفرد وبالنسبة للأسعار التذاكر بدأنا من 10 دينار و20 دينار وتصاعدي يعني أتوقع كفتن أحمد لو أنت تقارنها في يعني مستوى المباراة التي واحتقاها في أي بلد في العالم أنتوصل لتذكرة لتبتداء من 200 ألف دولار إحنا حاولنا عملنا 30 دولار إلى 60 دولار لأن نبي أكبر شريحة تحضر المباراة من 200 لألف دولار تبقى تشامبيونز ليغ أو كاسايلم يعني يعني لا 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 فيهم فيه لا أنا واحد من الناس كانت تحضر مباريات في لندن عادية شلسي ضد عبرتون يعني شريحة تذكرة تقريبا 200 دولار فبس بالنهاية أتوقع إن شاء الله يعني يعني فيه غبال على طرحة التذاكر سيد مؤيد يعني 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 العيزة يشتري تذاكر من النهار ده موجودة منافس أم لا بتباع أونلاين 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 عادة موجود في موقع ماتشورد ماتشورد موجود الموضع وكذلك المباراة تحظى على اهتمام كبير من المسؤولين في الحكومة الكويتية وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء والوزراء فكل يعني الحدث يطلع في أفضل صورة إن شاء الله بإذن الله هذه تعتبر أول مباراة دولية ودية تقام على عرض الكويت من سنوات فكل مترقب هذا الحدث فإن شاء الله هذه ما راح تكون المرة الأولى للأخوان منتحب مصر الشهري فإن شاء الله راح تكون كذلك راح تستطيفهم في مرات جاية إن شاء الله إن شاء الله بث المباراة هل تم اتفاق على تفاصيله هل هتذاع على قنوات مفتوحة هل تذاع على قنوات مشفرة هل تم الانتهاء وإذا كان طبعا من الممكن الإعلان عن القنوات النقلة للمواجهة والله حاليا في موحسات مع كذا غنات شواء من الغاهرة ومن بلجيك فرح يبين معنا إن شاء الله يوم الاثنين إن شاء الله الفاني اللي راح نقل من القنوات اللي راح تكون رسميا بث إن شاء الله بس توقع راح تكون مشفرة يعني غالبا بمناسبة كمان نحن على بعد أيام يعني من استضافة أنا هقول الخليج العربي بقى أقل لوجستيا في فكرة استضافة كاس العالم أو استضافة بعض الجماهير اللي هتكون موجودة هل الكويت هيكون لها دور هتكون يعني في دعم أو في مسندة قطر في استضافة البطولة أكيد يعني على فكرة أستاذ أحمد هذه المباراة تعتبر هم نوع من الدعم لقوان على قطر قطريين أول شيء نتمنى لهم التوفيق وأعتقد قطر فخر للعرب كلنا تنظم حجث تاريخي مثل كاس العالم وأكيد الكويت يعني قلبا وغالبا تدعمها سواء كل جهد يعني سواء سواء دول خليج وحتى لو مصبش غطر يعني أي دولة عربية تنظم حجث كبير مثل الكاس العالم أعتقد الكويت دائما تكون سباقة في دعم هذا صحيح كل التوفيق شكرا لكم طبعا على استضافة اللقاء شكرا لشعب الكويت الشقيق وحكومة دولة الكويت وطبعا نتمنى أن الجالية المصرية تشرف المنتخب الوطني في حضور المباراة باشكرك شكرا جزيلا سيد مؤيد الشهاب طبعا رئيس اللجنة المنظمة للمباراة الودي اللي هتجمع بين مصر وبينجيك ان شاء الله يوم الجمعة المقبلة تراهن على الجمهور المصري طبعا هناك يقدر يعمل فارق فكرة تلعب وسط جمهور المنتخب لما بيروح في أي حتة فيها جالية مصرية بيبقى كارنفال بالنسبة لهم أو عيد للمصريين طبعا تبقى حاجة تأثير إيجابي طبعا يبقى لعبة تأثير إيجابي كويس جدا لما بيشوف هم كمان خلي بالك هم بيبقوا مبسوطين جدا أن يعني أنه يشوفوا الناس اللي هناك في موضوع التذاكر عشان برضو برضو الدنيا هناك مش أحسن حاجة بالنسبة للناس المصرية فيعني يقدروا يبقى فيه عدد كويس جدا بول 55 ألف يعني بالنسبة لهم هم 10 دينار أعتقد يعني رقم إن شاء الله إن شاء الله يبقى مبالغ فيه يعني إن شاء الله لستادي يتميري إن شاء الله هو برضو متأس ماتشكورة يعني احتفال يعني وعلم مصر وهتمنى كمان رجالتنا في منتخب يفرحوا الناس يعني طبعا نحن نفرح المصريين كلهم المئة مليون اللي هيبقوا وبتفراجع المباراة من خلال الشاشات بس أنا بحيس كمان بتعاطف أكتر مع الجماهيل اللي موجودة بره يعني إنه منتخب يفرحوا بيبعش إحنا كجمهور مش عايزين أكتر من أعمل عليك في الملعب يعني أعمل أقصى حاجة تقدر تعملها الجمهور مش مش يطلب منها كتر من كذا أقبلك أنا إحساسي الشخص إنه الناس مش شايفة المباراة دية على إنها مباراة دية يعني بمعنى بمعنى إنه الناس مستنية المنتخب يعمل مباراة كأنه بيلعب في كاس قرات كأنه بيلعب في بطولة يعني ما يتعاملش معها إنها مباراة دية إحنا نزل نتجرب بص بقمين في كذا منظور المنظور بتاع الجمهور ده طبيعي مش هيتغير أنا أنا عايز أكسب أي حد بقى بلعب لا بذات لما تكون بلعب مشهب كبير يا كابتنا معاك إحنا عايزين بس ناخد ثقت إن إحنا نقدر نلعب كورة بشكل إيجابي مع الفرق الكبير إحنا شوية كبتوع كورة لا إمكانيات إمكانياتنا غير الناس غير الناس دي لكن إحنا عايزين يعني نقرب منهم المتشرة ده حتى للعيبة الموجودة يدخل عناصر جديدة يعني يعني فيه مكاسب كثيرة جدا ممكن تحصل إن شاء الله بس الشكل يبقى كويس جوة الملعب عندنا مراكز فيها مشاكل في الكرة في مصر ها عندنا مشاكل كتير عندنا مشاكل من بتاع نص الملعب عندنا مشاكل بتاع خط الظهر خصوصا الاتنين اللي في القلب يعني فيه مشاكل كبير أنا بحس أن الأطراف يمكن فيها مشاكل أكتر من القلب أطراف عشان عندنا السراعات في مصر عموما إحنا مش مزال الأفاركة الأفاركة فيهم سراعات إحنا عندنا مشكلة إحنا عندنا لعيبة كورة مهارية كويسة شوية لكن فكرة السراعات ما تشوف زيزو تعال دور على حد تاني كده بالسراعات بتاعته في الأطراف مش هتلاقي يعني هتلاقيهم قليلين جدا لكن إنت عندك مشاكل في التمركز بتكلم على الشغل يعني بتكلم على الإمكانيات في الحتة اللي فوق لكن عندك مشاكل في الحتة بتاعت القلب دي وعندك مشاكل في طريقة النص الملعب الرجل الجديد دو يلعب 4-3-3 ومعظم الناس اللي أجنب يلعب 4-3-3 إحنا في مصر لا نعرفش نلعب الأسماء الجديدة اللي دخل المنتخب شايف أنها ممكن تمثل إضافة يعني هو اللي هيلعب في الأسماء الجديدة مش مش هنلاقي أقول لك القايمة وتقول لي كده سريعا إحراس باربع محمد شناوي دخل عم معاهم أحمد شناوي أحمد شن مش غريب على المنتخب لكن كان بقابله بعيد يعني فترة طويلة جدا ومعاهم عواد طبيعي وجد خلاص كده جد تهم استماعي ولو إن الحقيقة أنا بشوف يعني جد هناك ثلاثة براهن عليهم في المستقبل جد شوبيل الصغير و فاركو فاركو واحد زمالك اسمه صبحي صبحي طبعا حاجة تلاكي دول مستقبل وعد يعني وعلى فاكرة في ناس فيه ولاد صغيرين بما أنا أنا بشوف تحت شوية بأتفرق تحت لا فيه جوان كتير في الامبي أنا ما شفتش بس سمعت من جول كيبرز إنه مخلوف وحمز علاء في الأهلي حمز علاء هاي لا لا فيه جوان جاي كويسة كتير احنا طلع عمرنا لع الفكرة جول كيبرز في مصر مركز مفوش مشكلة عندنا كان كابت وكابت إنه إكرامي وكانت شوبيل كان طلع فأي عندنا عندنا أجوان كتير طيب خط الدفاع عمر جابر أكرم توفيق أحمد حجازي علي جابر أسامة جلال محمود علاء محمد حمدي حسين السيد بيغيب ثلاثة من أفضل يعني أقلوب الدفاع الوينش عمل عملية أعتقد في انجلترا عبد المنعم عشان مشكلة العمليات اللي عملها برضو وصابت متولي اللي هستدعي غيابه يعني حجازي طبعا رقم واحد في الحتة دي مين اللي جنبه أنا شايف أسامة أنا شايف أسامة كويس علي خلي بالك برضو بيلعب أفريقيا مع بيرامين يعني متحسش أنه علي وحجازي نفس الستيل شوية أنت بحتاج عبد المنعم كان السنائية حجازي لو شوية برجله آه بس عنده تقول شوية فممكن عبد المنعم يلحق الكلام دوت حجازي فوق عبد المنعم تحت يعني كانوا بيكملوا بعض صحسنوية دي بتكمل كده فأنا شايف أنه يبقى أسامة آرب بس أنا بتحيالي لو ربما جاهزين تختار مين يعني لو عندك في القايمة متولي ومنعم والوينش وحجازي تلعب مطش بالجيكة مين تلعب بمتولي وحجازي تلعب بمتولي وحجازي أنا أحب عيبة الكورة عبد المنعم متهور شوية لسه عايز يتقل شوية ومنعم سردباك هايل ويلعب في حتة بورا على فكرة امكانياته عالية جدا بس عنده مشكلة أنه بيستسهل حاجات ثنائية واحد دي واحد بيستسهل حاجات كده مش ما بتبقى الظريفة منه لكن متولي لعيب كبير وأنا بحب لعيب الكورة بصراحة ومن بقية الأسماء مين بكي مين بكي أكرم وأكرم وتلعب مين بقى محمد حمدي أو الحسن السعيد حمدي أقرب يمكن حمدي شوية لعم يعني كما أوجود مع الراجل في التجمع اللي فات لعب ما تشودي فتالي أقرب شوية حمدي نروح لخط النص اختار طرح حمد حمدي فاتحي إنني إمام عشور محمود حمادة محمد مجدي أفشا طاهر أحمد سعيد زيزو صلاح والتريزيجي هتحط لي اتنين قدامهم ثلاثة بص هو الرجل بيلعب هو أنا بيلعب غير الراجل الرجل بيلعب ثلاثة فلات أنا بحب قصة الديفندرينو والعشرة دي بيلعب نكورة فأنت عايزنا لألعب بدماغ أنا ولا بدماغ هو بدماغ أنا أنا شايف حمدي ونني بيعملوا الحتة دي كويس جدا أنا شايف ممكن عشرة داي ويبقى أزيزو معين ناس عشرة داي عنده إمكانيات في التصويب هيلة عنده أنه يقدر يتحرر ويلعب من بره كويس جدا كرصته هيلة قادر يشوف عنده رؤية كويسة يعني أنا شايف الحتة دي عشان لو هو بقى لعب فوق يبقى ممكن مرموش هو اللي يعمل الحتة بتاعت عشرة دي مرموش النهاردة يعني يعني عرفت مش عارف حجم الإصابة بس خرج من المباراة مصاب مش عارف هل إصابته هتأثر على يعني ممكن تمنعه من المشاركة أو الانضمام لمعسكر منتخب أو ممكن حتى ينضم المعسكر بس احتمالات مشاركته يعني الله أعلم بس ربنا يستر إن شاء الله يعني الحتة دي مرموش و تريزيجي فيها أو العكس إن نلفوه و أنا شايف يعني لو صلاح برضو يعف الحتة بتاع الفيروت دي برضو هيعمل لك هيعمل للفرقة التانية مشاكل لأن صلاح لما بيلعب طرفه بره بنتعبه جدا عشان يوصل للجول يعني يعني في كلام إنه ممكن أو احتمال مازال احتمال قام إنه ما ينضم مش لمعسكر منتخب لكن هتبان خلال يعني الساعات يعني هيبقوا لو هو مش موجود هيبقوا التلاتة دول اللي لغين عنهم قدام الدفندرات و مصطفى محمد مصطفى محمد الأسماء الجديدة اللي بدأنا نسمع عن دخولها لمنتخب حمادة عطية مروان لعب كويس يعني مروان عطية من لعبة كويسة جدا في الاتحاد جدا حمادة بقى له فترة على فكرة لعب كويس جدا يعني بقى له فترة بس طبعا هي الفكرة ان الراجل الأجنبي لما بيجي بيدي فرص للناس الراجل الأجنبي برضو ما عندهش عارف انت الحاجات المسبقة وانا عندي تيم والتيم القديم ده هنيجي نلعب به فأبص على كله وأختار أنا ما عرفش حد فيك وبيجي هو بيبقى فاتح في صفحة مع الناس كلها وبيتفرج والراجل اللي حنا منشوفه يعني هو موضوع ما عرفش موضوع خالد الاتحاد لما جاه هو كان معاه شاف ولا ما شافوه مش عارف بس أنا شاف ان الارضية بتاعته كترت يعني عنده عدد وافر يقدر لو لا قدر لا حصل لأي حد سابة يقدر يخش حد تاني مكانه هو عارف عايز أرجع لنقطة الرخص معلش انها فيها تفاصيل كتير يمكن تكون مهمة يمكن لأول مرة يعني طبعا هكلم معك في كسر لانه بس في الموضوع الرخص ده لانه أثير في فترة يعني مؤخرا علامات استفهم كتير جدا للأسف محدش جواب عليها أنا كنت بعمل زي ما حكيت لك كده في الفاصل لانه عملت تواصلنا هنا في سادسة مع واحد من المحاضرين الفنيين في الاتحاد الإنجليزي المسؤول على فكرة الترخيص شرح لنا إنجلترا طبعا دولة النهاردة لن تيجي تكلم على دولة بتطبق نظام احترافي منظومة بطولات متخبات بتكلم واحدة من أهم دول العالم راجل يتكلم معنا على إزاي قصة الترخيص اللي بيحصل عليها أو الرخص اللي بيحصل عليها المدربين C و B و A الإجراءات مدة الدراسة الاختبارات الحصول على الشهادة يبدو أنه هنا ما فيش نظام يعني كنت هسأل يعني المقارنة بين النظام اللي موجود عندنا والنظام اللي موجود في بلاد زي إنجلترا إنه في حاجات ما بحسش إنه نحن محتاجين نخترع العجلة من أول ما نشوف تجربة لك طبق زاهر لكن يبدو أنه ما عندناش تجربة أساسا كان عندنا منتخب لـ 12 سنة كان كابتن حلمي طوله من مسكو منتخب مصر 12 سنة كان كابتن حلمي طوله من مسكو المنتخب ده اللي هو 78 و 77 لو حدك تفتكر كابتن حلمي كمل معنا لغاية المنتخب إلومبي لو تفتكر سيد عبد حفيز الله يرحمه كابتن آيمن رمضان محمد فاروق سيد عبد عزيز مجموعة كبيرة جدا مش عايز يعني أنسى حد لكن نجوم كبير جدا في الدوارد 12 سنة مع الراجل لغاية الموص لأولمبي مع كابتن حلمي طوله وبقولك كان عندنا منتخب كان بيجينا في نادي القناة كان بيجينا الجواب بتاع الاستدعاء فكنا منروح كنا عندنا 12 سنة 11 سنة فين الكلام دلوقتي يعني أنا مرة واحدة لقينها ماشي تمام و2003 تمام طب فين اللي بعدها لماذا لم نحن عندنا رؤية أن واشتغل معي نرجع بقى لموضوع الرخص عشان موضوع الرخص دي موضوع كبير موضوع الرخص يعني يعني أنا أقسم بس عشان برضو أوضح للنس قصة مش بس فكرة الحصول على الرخص فكرة كمان ان الرخص دي تبقى مفيدة مفيدة للمدرب الوطني سواء وهو بيشتغل جواه مصر أو لو في فرصة شغل برا مصر وإزاي بقى مصدقية للحصول على الرخص داخل مصر اتفضل كابتنا احنا عندنا الرخصة الأساسية دي لازم تاخدها عشان أي ألعاب تبدأ بيها وبعدين بتاخد الـ C وال B وال A عشان انت عندك عن طريق الرخصة دي ممنوحة من اتحد الافريقي عن طريق الافريقي بالضبط هو اللي بيحيق لك الجو المكان ويجيب لك المخاضرين فلازم نقوي الرخص دي احنا كمصريين مستفيدين بأي حاجة من الرخص دي اسأل أي حد يشغل في الإمارات يعني السبب مثلا انه عندنا كانش في اتحادات منتخبة وكان في لجنب تدير الأمور للاتحاد وبالتالي ما كانش في لواياتها فكرة تسيير الأعمال لكن فكرة التخطيط والتحرك في الملفات لم يكن حصلة لما اتحاد الجديد هل انتم كمدربين لم تتحدثوا معاهم أو طلبتوهم بانه يا جماعة احنا عايزين ناخد الرخص تدريبية وشوفوا ايه الاجراء اللي ممكن لما اتحاد دي احنا انا اتبسط جدا بركات وحزم دول وتصريحات معلش برضو ده ربطا لكلام حضرتك انه تصريحات المسؤولين في اتحاد الافريق انه هم تواصلوا مع مستر فينجادا اثناء عملوا مع اتحاد الكرة في مصر اكتر من مناسبة وفي كل مرة تواصلوا فيها الرجل رد كان رد عليهم انه في مصر هنا احنا ناخد الاجراءات المتعلقة باصدار الرخص للمدربين وهم على لسانهم بيقولوا ولم يتم اي شيء حتى يومنا هذا انا انا رئيس قطاع سنة ونص ما شفتوش يعني طبيعي انه حتى يقول المدربين يجيب رأس القطاع لما احنا عندنا الخطة دي هنمش بها استنادي هنقادي الشغل بتاعنا لحق بتقول ده دوره 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 الاتحاد جد لأ كان الناس بتيجي بتقول الوزارة تعالى انتوا وقفين فين محتاجين ايه طب نقدر نساعدكم ازاي يعني كان عن طريق الرجل اللي مسك النادي ساعتها كان بييجي الناس بتسأل لو انتم محتاجين حاجة فاهم مشوفنا همش بس حتى فيه عارف اللي هو في ربط اه انتم وصلين محتاجين ايه نصات ثقافي اه بالزبط انتوا لا بجد انا مكنتش فاهم هو جاي ليه وما فاهمتش برضو هو ميش ليه وما فاهمتش هو عمل ايه طب بعد ما ميش وبعد ما جاء الالتحادي راكم واحد مدير فني مجابوش مدير فني محلك سر لغاية لما يتم تعيين مدير فني كل مشكلتنا كانت ايه بعد ما وانتوا ساكتين ليه هنعمل ايه احنا برضو يعني مالش اه منبر زي دا مفروض يسمعونا في لعيبة كرة موجودة جو الاتحاد مفروض انها يهمها الصناعة يعني هم جايين في حتة دي عشان هم كانوا في المطبخ فنازي ما اكتر كابتن علي مهر كان قاعد في المدرجات ليه عشان مهونش رخص هو دي حاجة احنا مش مفروض نطلبها يعني دي حاجة مش احنا ده مش طلب ما انتو لما بتتكلموا وبقالكم سنين و ما بيحصل ش حاجة فانتو مستنين لا اللي جاي ماسك الاتحاد مش مفروض كل واحد ليه ملف كابتن حازم ماسك الملف بتاع درجة الاولى وجاب الراجل بتاع موديل الفني بتاع وكابتن براكات ماسك الحتة طب مين ماسك بقى ان ازاي نقصر او يعني نعلب المدرب المصري مين اللي ماسك الملف ده فالمفروض اللي ماسك الملف دوت ايا كان فيهم يقول لا اتعال احنا بقى كم سنة عملناش رخصة الراجل لا يحتاج يعود معنا انتو طلبتكم ايه طب ايه المطلوب عشان نقدر نطور ما انتخلي بالك المشكلة كلها تحت على فكرة ايه مشكلة مش فوق انت عشان تعمل منتخب قوي المانيا بعد ما حصل لها الكارثة حصلت ايه بدأوا من تحت تعال نشوف الاكاديميات ونشوف القطاعات البراعم دي اخبارها ايه عشان هي هل في اي وسيلة تانية لمدرب مصري انه يحصل على الرخصة من طريق اخر غير طريقة تحت الكرة المصري هل ممكن اخذ رخصة في الامارات اخذ رخصة اسيوية بس هدفع رقم ادى كده ادفع رقم ادى كده في الرخصة نفسها وفي ان انا سافر وفي انا 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 وليم اعملاش بلدي يعني ايه الفرق بين انا اخذ ها في الامارات ومصر هو حقك ان اخذ ها في بلدك بس ده اقل حقنا يعني احنا عايزين نشتغل وانحنا الحمد الله على فكرة انا اشتغلت في السعودية وشفت المصري شاطر المدرب المصري موهوب بس محتاج الواحد لو فينا مشتغلش عن نفسه مؤمن سليمان شغال في العراق عمل شغل كابتن حسام شغال في الجزائر وكان شغال عبلها في الجزائر وحتى المدربين مصريين الشباب بالزبط انا برضو دول اسامي كبار فمعليش بنسلط عليهم الدو لكن تعال بص في مدربين تانين اساميهم صغيرة او محدش يعرفهم لكن شطار وعملين شغل في السعودية كويس في الامارات كويس اي كابتن اي من الرمادي اللي جاي مسك اسوان كان مكسر الدنيا في الامارات مسك دبي ومسك الشرق ومسك مش عارف مصعد 4-5 فرق من الدرجة التانية يعني الأولى ومسك في الدولة ممتاز سنين يعني نتمنى الحقيقة وملف المدرب الوطني ده ملف شائق جدا سياسيا وعمليا حتى الموقف اللي حصل مع ايهاب جلال ده حقيقة واحدة من الحاجات اللي أسائت مش لإهاب جلال بس لكن فكرة هو ده أجنابي هيتعين في كده يعني ده اللي تقال لا طبع أنا بقول لحضرتك وعمره ما يحصل في كده صح عندك حق قبل مختب معك نروح لكسة العالم شوية شوية بهجة كده وبطولة بنستنى من 4 سنين شايف البطولة إزاي وشايف منتخبات القريبة مننا منتخبات العربية منتخبات الأفريقية اللي هيشاركوا في البطولة شايف في حد منهم ممكن ترهن عليه يعني مش عارف حساس برضو مجموعة بتاعت الكاميرو ممكن من يروح في حتة كويسة ماني لو ما نعرفش منتخب السنغال ماني 40-50% من فرقة ماني طبعا بس هو على فكرة ممكن نحن حصل له كسر كسر في القصبة كده تقسرت مصين كده راح قعد حوالي عشر تيام كده من غينية جي سليم و تمام و أنا هلعب أنا موجود فإن شاء الله يبقى كويس ويلعب من أقوى منتخبات المغرب المغرب أقوى منتخبات منتخبات الأفريقية أنت عندك تونس مغرب شمال أفريقيا عندك كاميرون سنغال و غانا طبعا السنغال سنغال أقوى طبعا يعني برضو تونس والمغرب يا رب ربنا معاهم طبعا خصوصا المغرب كمان شاء الله يكمله لكن بطولة جميلة بطولة هيلة فيها في جمهور عربي هيبقى حضر المنتخبات العربية الأربعة السعودية و قطر والمغرب وتونس بتهيلة هيلاقوا تشجيع تشجيع محترم جدا كل نفسنا نبقى موجودين عشان الجالية هناك كبيرة و كانت حسسة كانت تتلعب في مصر كان الموضوع خلي بالك وكنت المنتخب كان ممكن يخرج يعني يطلع من الدور الأولاني و يكمل يعني 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 يطلع دي أصلها يعني 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 يطلع من الدور لكن في منتخبات كبيرة في ألمانيا في في انجلترا من أقرب من البرازيل أنا شايف يعني لو ما ما أبلوش بعض برازيل أرجنتين ألمانيا فرنسا برازيل أرجنتين ألمانيا فرنسا يعني هيا لده اللي سيبقى المربع أو لو ما أبلوش بعض سبعيت انجلترا سبعيت بالجيك سبعيت هولندا يعرف يوصل شخصية البطل نجم البطولة من وجهة نظرك نجم كلاسيكي استمرارا لفكرة ميسي ورونالدو ولا ممكن يكون من الجيل الجديد زي نمار مبابي ولا حد يظهر لأول مرة ويكون على فكرة بطولات كثيرة جدا بتيجي بنجمها بتخلق نجمها بتخلق بطالها أنا شايف لا يعني مش محدش هينور محدش فرق قوي فكر تكسل عن تسعين اللي عبنا فيه كان فيه طبعا هذا النجم الكبير طبعا لكن كان فيه نحد في إيطاليا جسمه سكيلاتشي لو تفتكلم جاء كده من بيعيتي وكان جاي ما كانوش ضمينه على سهل المنتخب وبقى نجم من نجم فيه في منتخب رومانيا وبلغاريا فرق 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 كبير وانجلترا فرق كبيرة لو دخلوا مع فرنسا والمانيا وبرازيل وارجنطين في منتخب ممكن يبقى حصان أسود أو خلال متابعتك تعرف فرق كرواتيا عراطول فرقة صعبة فبتهاي كرواتيا نتمنى فرقة أفريقية وعربية كمدرب ستتابع بوعينه المتابع ومشجع لكن نتمنى بشكل تاني نتمنى لك بطولة كابتنا عور دنيا كل شكر على وجودك كابتنا أحمد نجم طبعاً النادي الأهلي وانتخب مصر ضفنا العزيز بشكر حضراتكم على المتابعة ومن بكرة بنقرب يوم بعد يوم إن شاء الله وعلى مدار الإسبوع ده يمكن هنخصص حاجات كتير خاصة بفعاليات كس العالم مطشاط مواجهات من العارة التقيل موعيد ملاعب استادات تاريخ كلام كتير قوي عن أهم بطولات الكرة الأرضية في السادسة على مدار الإسبوع اللي جاي بشكركم على المتابعة وتحياتي لكم